جودة الحياة ضمن مفهومها المعاصر لم تعد شأناً فردياً وإنما هي ترتبط بمنظومة متكاملة يعيشها الإنسان في ظل دولته، في بلده، في مجتمعه جودة الحياة لم تعد مسألة ترتبط بالفرد، وإنما ترتبط بالوضع العام الذي يعيش فيه الإنسان حياة الإنسان أصبحت مرتبطة بالنظام الاجتماعي، النظام السياسي الذي يعيش في ظله خدمات الحياة ترتبط بالمنظومة المتكاملة في إدارة أي بلد من البلدان وأي شعب من الشعوب، ولكن من المهم جداً أن تنتشر بين الناس ثقافة جودة الحياة لماذا؟ من أجل أن يتطلعوا إلى تحقيقها إدارة البلد، إدارة الوطن، قيادة الوطن تعرف أن هذا شيء مطلوب، هذا تطلع لكل أبناء الشعب ولكل أبناء المجتمع هذا من جانب ثاني، حتى لو وضعت أي دولة من الدول أفضل البرامج وأفضل المنظومات لتحقيق جودة الحياة، إذا المواطن ما عند وعي، إذا المواطن ما عند تجاوب، إذا المواطن ما يلتزم بالتطبيق فإن تلك البرامج تفشل، لا تؤدي دورها من هنا إلى جانب وجود برامج، وإلى جانب وجود منظومة لجودة الحياة في البلد لا بد أن تكون هناك ثقافة تؤهل الناس للتفاعل مع منظومة جودة الحياة والارتقاء بمستوى الحياة وتطوير الحياة هذا أمر مهم، أن الناس يكون عندهم هالثقافة، هالوعي، يكون عندهم هالذوق، هالالتزام بل في بعض الأحيان قد يعيش ناس مجتمع طبقا، ناس يعيش في بلد، فيه منظومة راقية للحياة المتقدمة لكن هم لأن ثقافتهم متخلفة ما يستفيد منها المنظومة الآن في أمريكا، في أوروبا، في تقارير أن بعض الأحياء التي يعيش فيها بعض المهاجرين بعض السود مثلا في أمريكا، أخيرا لما انطلقت حياة السود مهمة في أمريكا كانت هناك تقارير عن وضع أحياء يعيش فيها السود في أمريكا قسم منها هناك تقصير من الأجهزة الإدارية في البلد وقسم منها يحمل الناس المسؤولية هالناس الموجودين ثقافتهم ووعيهم بجودة الحياة يحتاج إلى تطوير ولذلك تجدون بعض الأحياء في أمريكا، في أوروبا الأمن فيها أضعف، الرخاء الاقتصادي، البيئة، النظافة ما تشوف ذاك المستوى من النظافة الذي تجده في الأحياء الأخرى لماذا؟ لأن السكان ثقافتهم ليست بمستوى المنظومة المطبقة لجودة الحياة وقد يكون لأسباب أخرى، لكن موضوع ثقافة تلك المجتمعات له دور كبير في واقعها وبالعكس، في أفريقيا مثلاً، في بعض الدول التي تنخفض فيها جودة الحياة جاليات أجنبية يجون مثلاً من أوروبا أو حتى من بعض البلدان العربية لبنانيين وغيرهم يسووا لهم حي تكون في جودة الحياة أفضل من بقية الأحياء لماذا؟ لأن هذا المجتمع هالناس عدهم ثقافة تخلي الحياة عدهم أفضل من الحياة في الأحياء الأخرى إذن ثقافة جودة الحياة لها تأثير ممكن في بلد واحد نفس الأنظمة، نفس القوانين تشوف مجتمع تتحقق فيها القوانين أفضل نجيب مثل واضح أنظمة المرور، أنظمة المرور موجودة في البلد لكن بعض المناطق الالتزام بها أكثر فتشوف أن في جودة في هذا المجال أفضل النظافة مثلاً، بعض الناس ذوقهم في النظافة نظافة بيوتهم، نظافة شواطئهم، ساحاتهم العامة عدهم ذوق، عدهم ثقافة، عدهم التزام أخلاقي فيكون مستوى النظافة عندهم أكثر وأفضل إذن ثقافة جودة الحياة مهمة جداً أن تبث وأن يكون اهتمام بنشرها على هذا الصعيد من الناحية الدينية، ينبغي أن يهتم الخطاب الديني ببث هذه الثقافة الدينية الصحيحة التي تدفع الإنسان المتدين لكي يتطلع لجودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة